بسم الله الرحمن الرحيم طالما ادعى العلمانيون أن الحديث عن الإعجاز العلمي هو سبب لتخلف المسلمين ويدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء جديد بل يقولون ينبغي علينا أن نترك التعاليم النبوية القديمة ونقتدي بالغرب لأن تعاليم النبي لم تعد صالحة لعصرنا الحاضر وأقول أيها الأحبة يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسخر من علماء الغرب أنفسهم من يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن خلال وسائل إعلام عالمية هذا هو البروفيسور كريغ كونسيدن أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية الشهيرة يقول بينما لا يزال العالم يسعى لمكافحة وباء كورونا تتجه وسائل الإعلام العالمية لتكرار ما جاء به النبي محمد قبل زمن طويل إنها نصائح مذهلة من أجل النجاة من هذه الجائحة التي تضرب العالم يتابع البروفيسور إن أقوال نبي الإسلام محمد قبل 1400 سنة والمتعلقة بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين وتجنب الاتصال الجسد مع المرضى والعزلة الذاتية هذه الأقوال تلفت انتباه وسائل الإعلام العالمية اليوم يجب علينا الإصغاء لنصائحه فبعد مجلة نيوزويك الأمريكية والتي تحدثت قبل أيام عن تعاليم النبي الكريم تأتي مجلة ABC الإسبانية أيضا لتتحدث عن الإعجاز العلمي في السنة المطهرة حيث نشرت مقالا بتاريخ 3 إبريل نيسان 2020 بعنوان دقيقوا أيها الأحبة نصائح نبوية مذهلة للنجاة من الوباء هذا العنوان لم ينشر على مجلة إسلامية بل على مجلة إسبانية تقول مجلة ABC بالحرف الواحد أنا أترجم حرفيا أيها الأحبة إنه أمر لا يصدق أن نجد رجلا أميا قبل 1400 سنة لم يتلقى أي تدريب علمي لم يكن لديه معرفة طبية أنه بالفعل قد عرف ما يجب القيام به أثناء الجائحة خطوة خطوة هذا الرجل وضع أساسا علميا لتجنب العدوى والقضاء على الأوبئة لقد اعتبر أن الوضوء والنظافة الشخصية هي جزء أساسي من حياة المسلم هذا الرجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هذا الكلام حرفيا على المجلة الإسبانية أما البروفيسور كريغ فيقول على موقعي دققوا جيدا وتأملوا بعد دراسة الإسلام لسنين طويلة وبشكل علمي تبين لي أنه قد تم تغذية الأمريكيين بجرعات ثابتة من كراهية الإسلام وتصويره على أنه غير متوافق مع قيم الحضارة الحديثة وذلك من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تم تصوير الإسلام على أنه غير صالح لعصرنا الحديث طبعا هذا البروفيسور متخصص في علوم الاجتماع وهو يعلم جيدا كيف يتم تشويه صورة الإسلام وتصويره على أنه دين لا يتناسب مع التقدم العلمي البروفيسور كريغ لا يكتفي بالكلام بل يقدم أمثلة عملية من حياة النبي الكريم فيقول إن النبي محمد هو أول رجل في التاريخ يضع أساسا للمساواة بين البشر في الحقوق لا إنسان فوق الآخر بل كان هذا آخر ما قاله في حياته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث موجود في السلسلة الصحيحة البروفيسور الأمريكي يؤكد أن النبي وضع حلولا عملية لمشاكلنا اليوم يقول من على موقعه على الإنترنت الناس اليوم خائفون من نقص الغذاء ومن الجوع الحل في حديث النبي محمد الحديث ذكره على موقعه قال عليه الصلاة والسلام ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم الحديث في السلسلة الصحيحة أيها الأحبة هذا رد على العلمانيين الذين يدعون أن الإسلام لا يحترم الحقوق المدنية وحق المواطنة أما أولئك الذين يصفون النبي بالإرهاب والعنف والقسوة البروفيسور كريغ يقول ردي عليهم إن النبي محمد لو كان على قيد الحياة لعلم هؤلاء المشككين الرحمة وأمرهم بمزيد من العلم لأن النبي يحض على طلب العلم البروفيسور الأمريكي كريغ يضرب لنا مثالا رائعا يقول في عام ستمائة وثلاثين ميلادية عاد النبي محمد إلى مكة منتصرا وكان بإمكانه أن ينتقم من أعدائه بسهولة ولكنه لم يفعل بل قدم لهم نموذجا في العفو والسلام هذا النبي له حديث هو الحل لجميع مشاكلنا اليوم قال النبي محمد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويختم البروفيسور الأمريكي كريغ أقواله بالحرف الواحد أيها الأحبة أترجم أنا إن محمدا كان نبيا حقيقيا بل هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وأخيرا أيها الأحبة نقول نخاطب كل من يعتقد أن الإعجاز العلمي يدعو للتخلف وأن تعاليم النبي لا تتناسب مع الحضارة الحديثة نقول لهم ادرسوا ما يقوله علماء الغرب اليوم عن تعاليم حبيبنا عليه الصلاة والسلام تعلموا كيف يحاول الغرب اليوم أن يستفيد من تعاليم هذا النبي الكريم في علاج مشاكل العالم إن تعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام لا تمثل معجزة فحسب بل هي علاج لمشاكلنا كم نحن بحاجة لتطبيق تعاليمه عليه السلام أن نطبق تعاليمه في التسامح والمحبة وأن نحب الخير للناس أن نساعد من يحتاج المساعدة أن نعفو عمن أساء لنا والله أيها الأحبة لو طبقنا ما أمر به هذا النبي الكريم لكنا أسعد الناس على الإطلاق ونختم ونقول ألا يستحق هذا النبي الكريم أن نصلي عليه فنقول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته